تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي عبدالفتاح مورو رئيسي مجلس نواب الشعب بالنيابة في الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها معالي عن خالص تهانيه بعودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائل المولى تعالى أن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى معالي عبدالفتاح مورو رئيسي مجلس نواب الشعب بالنيابة في الجمهورية التونسية الشقيقة ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من معاليه من تهاني وطيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه رعاه الله لمعاليه موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر